اشتركوا في القناة ونقل سعادة الوزير للمشاركين في الاجتماع تحيات جلالة الملك المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنيتهم للمجتمعين بالتوفيق وقال سعادة وزير الإعلام إن اجتماعنا اليوم تتعلق به الآمال والتطلعات في أن يواصل الجهود التي تدفع مسيرة التعاون الإعلامي العربي المشترك إلى الآفاق التي تتناسب مع طبيعة التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم مشددا على أن هذا الاجتماع اكتسب أهمية متزايدة في ضوء عقاده مباشرة عقب القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين وأشار سعادة وزير الإعلام إلى أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع وفي مقدمتها مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية وفي ختم الاجتماع تم اعتماد جملة من التوصيات تمهيدا لعرضها أمام اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب المقدر عقده يوم غد الأربعاء ترجمة نانسي قنقر